كأس العرب ومصر إن شاء الله ستلعب على المركز الثالث والرابع يوم السبت القادم إن شاء الله في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا علشان إن شاء الله نشوف مصر ثالث أو رابع نشوف إيه اللي حيحصل في هذا الأمر النهاردة الحقيقة كمان شوفنا سنغالية فاطمة سامورة الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتدعم منتخب مصر وبتقول إنه ما كانش محظوظ في مباراة اليوم ونشرت تويتا قالت فيها لقد كانت مباراة عصيبة وملئة بالإثارة ولعبتم بكل ما تملكون من قوة وظهرتم كفريق متحد وقوي الحظ لم يكن في جانبكم ولكن أداءكم ترك علامة في قلوبنا فعوا رؤوسكم ونراكم في مباراة المركز الثالث عندنا طبعا شكرا جدا لفؤتما سامورة طبعا الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ولكن عندنا كلام كتير جدا وتكلمنا في هذا الأمر كلام كتير جدا على الحكم وعلى التشكيلات وعلى كل حاجة وأيضا برضو عايز أقول لحضراتكم إن كارلوس كيروش كتب تويتا أقول لحضراتكم حالا إيه اللي تكتب في أو إيه اللي تقال في هذه التويتا كتب كارلوس كيروش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر يعني دايما بنفوز أو نتعلم ارفعوا رؤوسكم فأنتم تستحقوا الأفضل يا شباب للأسف حظ كرة القدم لم يلعب في جانبنا أنا فخور بكم أيها اللاعبون والجهاز الفني شكرا لكم طبعا كمدير فني لازم يقول هذا الكلام ولكن برضو كلنا فخورين باللعبين كلنا فخورين بالجهاز الفني بالمناسبة كلنا سعداء بالشكل اللي احنا ظهرنا به ولكن كان دائما في الإفدال في الإمكان أفضل مما كان بمعنى نحن كان ممكن جدا جدا يكون عندنا أو نصل للمباراة النهائية لأنه متخب مصر كان يستطيع أن يصل للمباراة النهائية بشوية عدلة بس للملعب يا مستر كارلوس يعني أتمنى أن يكون التفكير الإيجابي دائما خلال الفترة اللي جاية مش معنى الكلام اللي أنا بقوله ده أن احنا بنقول أن احنا بننتقد كان لوس كيروش أنه هو وحش وساء لا هو لم يكن جيدا في هذه المباراة هنوقف في ظهره؟ آه هنوقف في ظهره هنفضل وقفين وراه؟ آه هنفضل وقفين وراه دايما بننتقد ممكن للوقت ده وبعد كده بنرجع نقول إيه الصح اللي بيتعامل ودايما بنوقف وراه منتخبنا الوطني